تتواصل أعمال التنقيب في المدينة الأثرية بولاية دوسجة تركية منذ ثلاثة سنوات وتهدف أعمال التنقيب إلى كشف المسارات الأثرية القديمة معظم أعمال التنقيب تم إنجازها ومن المتوقع الانتهاء من المراحل المتبقية خلال هذا العام المنطقة المكتشفة تحتوي على ثروات أثرية هامة مثل المسرح الأثري والأسوار وجسور المياه الرومانية بالنظر إلى أن المنطقة كانت قد شهدت إنشاءات عمرانية مختلفة عبر العصور بقيت هذه الاكتشافات مدفونة تحت الأرض بحالة جيدة ودون تلف خلال أعمال الحفريات الأخيرة عثر في المكان على العديد من التماثيل التي يعتقد أن عمرها يصل إلى نحو ألف عام وتعمل فرق الخبراء على استكمال أعمال الحفريات في المدينة الأثرية كما يتوقع أن تكون هذه المنطقة وجهة مهمة لزوار مدينة دوزجا والسياح القادمين إليها حيث ستكون منطقة أثرية مثيرة للاستكشاف والتعرف على تاريخ المنطقة أنا أقدر هذه الجهود كثيراً وأعتبر أن هذه الحفريات لها أهمية بلغة بالنسبة للدوزجا ونعمل على التنقيب في المكان ونقوم أيضاً بترميمه وإعادة تأهيله أرجو أن يكون هذا مكاناً جذاباً للزوار والمهتمين بالتاريخ والثقافة ستكون هذه خطوة مهمة لتعزيز السياحة الثقافية في دوزجا وجلب المزيد من السياح والزوار إلى هذه المنطقة الفريدة من نوعها يعتبر اكتشاف المدينة الأثرية في دوزجا خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية في المنطقة وجذب السياح والمهتمين بالتراث الثقافي والتاريخي إلى هذه الوجهة السياحية المميزة اشتركوا في القناة